السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احباضها اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلقى على كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص ايه طوطوع وايه الصفر للخارج. وكنا عرضنا بعد المعاخة اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. وكنا كمان آآ وفرنا فرصة وهي كانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول. آآ وهي كانت فرصة تطوفي في اتنى مشاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معانا فرص جئة كتير. التقديم والقبول فيها حصرية عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لايه فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وما تنسوش طبعا اللي احنا وفرنا الكورس اللغة الانجليزية الشامل من الصفر حتى الاحتراف وان شاء الله بيذن الله مستمرين فيه ومستمرين في افادة الجميع بإذن الله. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ناوي كمان يا جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك رابط التقديم الخاصة بالمنح اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة دراسية ممتازة جدا. هي منحة دراسية في كندا. يبقى الدولة اللي فيها المنحة دي دولة بيحلم بيها طبعا ملايين من الناس. كندا. الجهة المنحة تمام? دي المنحة اللي مقدمة المنحة الدراسية دي. طيب بالنسبة لي الدول المتاحة للتقديم. مين اللي اللي هي يقدم في الفرصة دي? كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم سواء دولة عربية افريقية اسيوية يقدروا يقدموا في المنحة دي من غير وجود اي مشكلة. اه المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس. الناس اللي بتسألني دايما عن فين منح البكالوريوس? اهي منح المنحه البكالوريوس? اهي. اه المنحة دي متاحة لو انت لسه مخلص السنوية العامة. اه لو انت عايز تدرس بكالوريوس او تقدر في المنحة دي انك تدرس تامام? فهي متاحة فقط لدرجة البكالوريوس. بالنسبة ليه? التمويل بتاع الفرصة دي هو طبعا مش تمويل يعني آآ مش ممولة بالكامل تمام? وانما هي هتشمل زي تمويل سنوي كامل يعني هيكون في راتب كده سنوي. هيشمل لك مصاريف الدراسة. وكمان ممكن بجانب مصاريف الدراسة ان هو يغطي بعض اجزاء المعيشة. تمام? الراتب ده هيكون خمستاشر الف دولار. يعني انت سنويا هيكون لي خمستاشر الف دولار. الخمستاشر الف دولار هتستخدمهم من مصاريف الدراسة وبرضو تقدر تدخر منهم جزء بسيط جدا عشان مصاريف المعيشة. فبالتالي انت هتحتاج مصاريف اضافية هناك عشان مصاريف المعيشة والسكن وما الى زلك. لان المنحة بتشمل بس خمستاشر الف دولار فقط. منها مصاريف الدراسة وجزء بسيط لمصاريف المعيشة. تمام? ده بالنسبة لايه التمويل? طيب بالنسبة لايه التخصصات المتاحة في المنحة دي. آآ كل التخصصات اللي بتوفرها الجامعة متاحة للتقديم. يعني اي تخصص موجود في جامعة هي متاحة للتقديم. تقدر تقدم عليها من غير وجود اي مشكلة. تمام? ما تنساش كمان ان جامعة آآ جامعة دي من احسن الجامعات في كندا ومن احسن الجامعات حول العالم كمان. آآ وانا هنا هتطلقوا رابط التخصصات. هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي. هيدخلك على التخصصات. هتلاقي كل التخصصات اللي بتعرضها الجامعة موجودة هنا. تقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتختار. كل التخصص هتلاقي هنا بزنس آآ 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 اي تي آآ ساينس. فتقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه. تمام كده? فبالنسبة للتخصصات كل التخصصات مشمولة هنا. وطبعا دي تخصصات رئيسية فبالتالي هتلاقي برانشز جواها. تخصصات فرعية. آآ البزنس مسلا انا هتلاقي فيه كزا من البزنس وما الى زيك. طيب ده بالنسبة للتخصصات. آآ بالنسبة هنا في ملاحظة للمرحلة العمرية والفاة العمرية المنحة دي ما فيهاش حد اخصى للعمر يعني لو انت مسلا سنك كبير وعايز تدرس بكالوريوس آآ سنك فوق التمنتاشر سنة فما فيش اي مشكلة تقدر تدرس عادي هم مش عاملين حد اقصى للعمر. آآ بالنسبة ليه الاوراق المطلوبة في المنحة دي طبعا الاوراق المطلوبة هي آآ اوراق يعني مش معقدة. مطلوب منك شهادة السنوية العامة او البكالوريا اللي هي اخر مواهل دراسي انت حصلت عليه. مطلوب منك كشف الدرجات بتاع السنوية العامة او البكالوريا آآ اللي هو يكون كشفي فيه كل المواد اللي انت درستها ودرجة كل مادة. تمام? مطلوب شهادة اجارة اللغة الانجليزية. هنا في المنحة دي لازم يكون معاك شهادة اجارة اللغة الانجليزية سواء ايلت ساوتويفل او غيره. تمام? فلازم يكون معاك شهادة اللغة. ده شرطة اساسي. آآ بالاضافة كمان فيه اونلاين هنتعرف عليه بعد شوية. لازم يتم ملقه ووضع فيه كل هزي الاوراق. اخر مواد للتقديم في الفرصة دي هو واحد ديسمبر الفين وعشرين. ده اخر معاك عشان تقدم في الفرصة دي. لسه قدامك وقت. كبير. انك تقعد تنظم نفسك. آآ تحدد الاوراق آآ اللي مش موجودة عندك وتحاول تجهزها. آآ يعني تقدر تزبط كل شيء قبل واحد ديسمبر الفين وعشرين. آآ وهنا في ملاحظة اللي احنا قاقنات منح من كل الالوان. بنتيح حملية التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو حابب تقدم على الفرصة دي من خلالنا. في استمارة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ممكن تملى الاستمارة دي. وان شاء الله هنتواصل معاك ونساعدك في التقديم في الفرصة دي بشكل احترافي. ونوفر لك كل الاشياء اللي انت محتاجها. ولو حابب تقدم في الفرصة دي بنفسك. ما فيش اي مشكلة برضو. بتتبع شرح الفيديو بتقدم فيها بنفسك. اه وهنا انا هتطلقوا لينكين. اللينك الاول ده قدم الان اللي هو فيه التقديم واللينك التاني هو الاعلان الرسمي المنحة. تعال كده نبص على الاعلان الرسمي. هتلاقي كل التفاصيل موجودة في الاعلان الرسمي. اه من حيث التمويل وما الى ذلك. دي طبعا ده الموقع الرسمي للجمع. تمام? اه فهتلاقي كل التفاصيل هنا من حيث الراتب وما الى ذلك. وبيقول لك ان كل سنة المنحة تتجدد لك كل سنة بشرط انك تجيب بتاعك من اه اتنين وستة في معالة. اتنين وستة من اربعة في معالة عشان المنحة تتجدد لك كل سنة وتاخد الخمستاشر الف دولار. تمام كده? بدأ بالنسبة ليه المنح. اه وده الاعلان الرسمي. وهنا اللي هو الراتب الشارع اللي هو الخمستاشر الف دولار اللي هو متجددة سنويا. اه طيب نرجع بقى هنا لقدم الان اللي هو التقديم. هنروح نضغط عليها. هيفتح معنا بالشكل ده. ده شكل تمام? اللي هو بقى الصفحة الاولى ان انت لازم تعمل على موقع المنح. فهنا ده المفروض انك تكون خلاص عملت بتكتب اللي هو اللي هو زي كده بتاعك وبتكتب وبتعمل فبيدخلك طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لده ولا ده. تروح تعمل ايه? هتروح لكلمة دي من هنا وتضغط عليها عشان تعمل اكاونت جديد. تمام كده? بس طبعا قبل ما تضغط عليها تحط الايميل بتاعك هنا. فمسلا انا هحط ايميل بتاعي مسلا. تمام? واه اه اكتبه مرتين. اكتبه مرتين. عشان اه طبعا اعمل دي. تحطه هنا تاني. وبعدين تضغط على كلمة دي من هنا. هيفتح معك بالشكل ده. ان هو لازم محتاج منك معلومات اولية الاول عشان تخش على البروس التاني. فهنا المعلومات اللي محتاجة منك هنا اللي هي المعلومات الشخصية بتاعتك اولا. تحط بقى اسمك اسم العائلة. اه تحط الايميل بتاعك خلاص هو تم وضعه. اه تحط رقم الهاتف. تحط العنوان بتاعك والمدينة والدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. وبعد كده بتضغط على كلمة لما حضرتك بتضغط على كلمة بيتوصلك رسالة على الايميل بتاعك. الرسالة دي بيكون فيها الرسالة دي بيكون فيها ده اللي هو تمام? اللي هو شايفين ده اللي هو المحتاجه هنا في الخانة دي. والباسورد بيوصلك في الايميل بتاعك. فانت بتاخد بياناتهم وبتحط بتحط وبعدين بتضغط على كلمة من هنا. تمام كده? لما بتضغط على كلمة هيدخلك للابليكيشن. طيب. آآ هنا ده هتلاقي بقى ده البروفايل اللي انت كنت عملته خلاص. اللي هو ده من هنا. ده الشيء اللي انت كنت كتبته. فاكرين اللي لسه كاتبينه من شوية قلنا والمعلومات الشخصية والايميل وما الى ذلك. ده كل الاشياء اللي انت كتبتها. آآ طيب انا بقى دلوقتي عشان اختار الكورس اللي انا عايزه او عشان اختار التخصص اللي انا عايزه اعمل ايه? عشان اقدم عليه. هتروح انت حاجة اسمها بروجرام تمام? تضغط عليها. لما تضغط على دي من هنا هيزهر لك التخصصات كلها. فانا مسلا عايز تخصص معين منهم. يعني فيه تخصص مسلا معين. انا عايز اقدم عليه. فمسلا هروح على مسلا. تمام? عايز التخصص ده. وبعد كده هزار لك بتاع اللي هو مسلا في فانا مسلا عايز التخصص ده. تضغط عليه تاني. فهنا هتلاقي ان هو بيديك معلومات عن الكورس. وانك هتدرس بالكورس ده ايه? وما الى ذلك. وموضح لك هنا وهنا بيقول لك وهنا بيقول لك عشان تقدم على المنحة لازم الاول تحصل على قبول من الجامعة عشان بعد كده تقدم له المنحة. وهو ده اللي احنا بنعمله. احنا بنقدم للجامعة الاول. وبعد كده لو تم القبول في الجامعة انت بتتحول للمنحة اللي هي اللي هم قايلين عليها. تمام كده? طيب. فعشان تملى للكورس ده. او عشان تملى للتخصص ده هتلاحة اسمها بتروح عليها من هنا. وبتروح تضغط على تضغط على دي مين هنا? فلما هتضغط عليها بيزهر لك هنا بتختار التخصص اللي انت عايزه. تمام? جرافيك ديزاين اللي احنا كنا اخترناه بترجع تاني تأكد على التخصص. تمام? وهنا بيقول لك ان في رسوم للابليكيشن مية وخمسة دولار لازم تتفحها اولا وهي يعني غير قابلة للاستردان. وطبعا معظم الدول يعني هي الدول القوية الجامعات الموجودة فيها زي مساء استراليا كندا دول اوروبا بيطلبوا رسوم للابليكيشن عشان يضمنوا آآ الجدية يعني مسلا مش اي حد يخش يملى ويكتب اي بيانات وخلاص. فالرسوم دي بتكون ضمان لجدية المتقدم. طيب فانت هنا خلاص بتأكد انك اخترت اللي هو تخصص وبعد كده بتعمل عشان تخش الخطوة اللي بعدها وهنا بيقول لك اعمل التشيك قوت عشان تخش لصفحة الدفع آآ اللي هي الخاصة بالمية وخمسة دولار. وهنا بيأكد عليك معلوماتك تاني قبل ما تعمل للابليكيشن. ان آآ ده الايميل بتاعك ده الادرس بتاعك اسمك عنوانك كل التفاصيل دي. وبعد كده بتعمل اللي هي خلاص بي بتخش على بتاعت الدفع. وبعد لما حضرتك بتدفع بيوصلك على الايميل بتاعك زي كده زي كود. الكود ده خلاص ان انت مسجل في الجامعة والابليكيشن بتاعك تم تسجيله. وبعد كده هم بيراجوا البيانات دي اللي انت كتبت هنا. وبيطلبوا منك انك ترسلهم الاوراق دي. اللي احنا كنا تكلمنا عليها. اللي هي شارة السنوية العامة كشفة درجات شارة اللغة الانجليزية. بيطلبوا منك انك ترسلهم الاوراق دي عشان يقيموا بتاعك بشكل نهائي. يبقى ارسال الاوراق دي او انك هم طبعا هتطلبوا منك انك تبعتها بشكل اونلاين. يعني مش هترسالها بريد او حاجة. فهتبعت الاوراق دي او هتحطها على الابليكيشن بعد لما هم يرجعوا بعد لما يعني انت تدفع وهم يرجعوا الابليكيشن هتطلبوا منك تحط الاوراق دي. تمام كده? فده بالنسبة الابليكيشن. طبعا هو الابليكيشن بسيط بس هي الخطوة الرخمة اللي فيه شوية ممكن تكون الرسوم اللي هي طبعا فيه رسوم كبيرة شوية اللي هي مية وخمسة دولار وطبعا برضو مطلوب شيارة اللغة ما تنسوش. لازم يكون معاك شيارة اجيادة اللغة الانجليزية عشان تعرف تقدم في المنحة دي. هي المنحة سهلة والمنحة ممكن ما يكونش هلاها تنافس فبالتالي ممكن تكون فرصتك في القبول تكون كبيرة نظرا ان المنحة زي دي طبعا مش هتكون ممولة بالكامل فبالتالي ما فيش اخبال عليها كبير فبالتالي ده وكان يساعدك انك تتقبل فيها بشكل اسرع اه وبشكل اكبر تمام? فان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.